السيد الوزير والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي اليوم الثلاثة أن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل وتابع السيد أمزازي خلال الجلس الأسبوعية لمجلس المستشارين أن الأمر سيقتصر فقط على تنظيم امتحان الباكالوريا من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا خلال شهر يوليوز والامتحان الجهوي للسنة الثانية باكالوريا خلال شهر شتنبر السيد أمزازي أيضا يضيف أن التحاق التلاميذ بالمدارس سيتم في شهر شتنبر المقبل والإخصار على تنظيم امتحانات الباكالوريا وقال الوزير إنه ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين والمتعلمات ستشمل مواضع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تعليق الدراسة أي 14 شهر مارس وسجل السيد أمزازي أنه سيتم برمجة حصص مكتفة عن بعد للمراجعة والتحضير للامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باكالوريا وذلك بهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية أفاد السيد أمزازي أنه سيتم احتساب نقط فروض لمراقبة المستمرة المنجزة حضوريا مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل كذلك على مواصلة تفعيل الاستمرارية البوداغوجية إلى نهاية السنة لفائدة هذه المستويات من أجل استكمال المقرارات الدراسية يعني نقرأ الدروس جلنا نكملهم باش ملقاش مشكل بالنسبة لعب الجي إن شاء الله يعني ره الدروس باقي مستمر السيد أمزازي اقرار سنة بيضاء أمر مستبعد تماما إذن طلب الطالبات تلامد حاولوا إن شاء الله الناس اللي عندهم الباكالوريا رأساتي دارة بيكملوا معاكم وبي يشرحوا لكم مزيان وعندكم الأفونتاج إن هادوك الدروس الاخرانيين ما غاديش يكونوا كان مزيان استغلوا الفرصة وحاولوا تجيبوا نوقات مزيانين الامتحان ديال التانية باكالوريا في الأواخر ديال شهر يوليوز بل الامتحان ديال أولا باك الجيهاوي عايكون إن شاء الله في الول ديال شهر تسعود بالنسبة للمستويات الأخرين راه النتائج غادي اعتمدون نتائج ديال المراقبة المستمرة سوى الدورة الأولى سوى دوك الفروض اللي داروشي فروض ولكن ركزوا عافكم على الدروس ديالكم حيث شهر تحتاجوهم منسبة لعام الجاي إن شاء الله اللهم ما يسير لا يوفق الجامعة